رياض ومدارس الوطن العربي قسم الصف الثالث مادة التربية الإسلامية قصة آل ياسر آل ياسر هم عائلة مكونة من ثلاثة أفراد عمار ووالده ياسر ووالدته سمية أسلم عمار ودعا والده إلى الإسلام فآمن وعندما علمت قريش بذلك جاءت بهم إلى الصحراء الحارة ووضعتهم على الرمال الحارقة وبدأوا بتحذيبهم بضربهم وجلدهم بالصياط حتى يكفروا بدين الإسلام ولكنهم لم يفعلوا ذلك وعندما كان يمر رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ولكن قريش لم يرتدعوا عن أعمالهم وظلوا يعذبوهم حتى قتلوا ياسر وقتل أبو جهل سمية فكانت أول شهيدة في الإسلام لقد طعنها بالرمح لأنها لم تكفر بدين الإسلام وبقيت ثابتة فكانت هي أول شهيدة في الإسلام سمية بنت الخياط زوجة ياسر وأم عمار لعندما رأى عمار والده بهذه الحال حزن كثيرا فذكر آلهتهم حتى يبعدوا عنه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنه وقال له أنت ما زلت مسلما ترجمة نانسي قنقر